واحد بيسأل بيقول ناس اختلطوا به كان بعيد عن ربنا وبعدين ناس وصلوه لربنا ولكن قدموا له مشاكل عقائدية عايز يعرف حلها بيقوله النقطة الاولى هم ما يؤمنوش بمعمودية الاطفال وهل تصح معمودية الطفل وبيقوله ما يصحش عشان الاطفال يقول المسيح ان لهم ملكوت السموات وفي حزقياه يقول الابناء لا يحملون خطايا الابات وبيقول التلاتلاف نفس اللي عمدهم بطرس امنوا اولا الى اخر اللي عايز اقوله ان اخواتنا الانجليين اللي في مصر يؤمنون بمعمودية الاطفال ايضا يعني مش كل البروتوستاند عقيدة واحدة فيه ناس بيؤمنوا بمعمودية الاطفال والناس ما بيؤمنوش حكاية او واحد تاني جاي بسؤال بيقول الاية بتقول من امن وعتمد خلص في مرقص 16 16 والطفل لسه ما امنش في الحقيقة احنا بنعمد الطفل على ايمان والده على اعتبار ان والده يعلموه الايمان وايضا ان كان السيد المسيح بيقول من لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت السموات فلماذا نعطل خلاص الطفل بسبب عدم المعمودية ونضرب شوية امثلة المعمودية كان يرمز اليها في العهد القديم الختان الختان يعني الطهار يعني دي ما وكان الشخص اللي بيختاتن يعتبر عضو في جماعة وشعب الله الولد اللي كان بيختاتن كان بيختاتن الطفل وعمره 8 ايام اهو عمره 8 ايام وبيختاتن ويصبح عضو في شعب الله مع انه لا يفهم حاجة عن شعب الله وربما ولا على الله نفسه ولا عن الختان ولا عن وعد الله لابراهيم ولا حاجة خالص لكن كان وعد الله بيتم مع ان الطفل لسه ما وصلش الى مرحلة الايمان العقلي ولكن بيختاتن على الايمان والدين دي نقطة الخلاص مثلا كان يرمز اليه خروف الفسح يسمونه بس اوغر بتاع العبور يعني ربنا قال ان الاطفال اللي الدم موجود على ابواب بيتهم يخلصون من الملاك المهلك طبعا زبح الخروف وتلطيخ الابواب بالدم امور الاطفال لا يعرفون عنها شيئا ولكنهم كانوا يخلصون من هذا الهلاك نتيجة لايمان والديهم بالدم ورموز الدم مثل ثالث في عبور البحر الاحمر عبور البحر الاحمر يرمز الى الخلاص من عبودية فرعون والاتجاه تحت قيادة الله الى ارض المواد الاطفال اللي عبروا البحر امهاتهم شلوهم على كتفهم او ابائهم يعرفوا ايه عن الخلاص ويعرفوا ايه عن عبور البحر ويعرفوا ايه عن وعض الله لبوس ولا حاجة لكنهم خلصوا بان ابائهم او امهاتهم حملوا كمان مفيش اية في الكتاب المقدس تقول ان احنا ما نعمدش الاطفال خالص مفيش اية تقول لا تعمدوا الاطفال بل على العكس في ايات توحي بكده بمعموديته يعني مثلا سجان فيليبي سجان فيليبي قصته موجودة في اعمال 32 16 بعد ما امن واخد معاه الرسول بولوس وزميله بيقول اعتمد وكل اهل بيته كل الذين له اجمعين يعني هل كل اهل بيته هل كل اهل بيته مفهمش اطفال وهكذا كتير جدا من اللي تعمدوا كان بتعمدوا هم وكل بيتهم بما فيهم من اطفال ان كانوا الكبار اللي في يوم البنتيكوستي اعتمدوا بعد ان امنوا كل العائلات بتاعتهم فيما بعد اعتمدت وليه احنا ما نعمدش الاطفال يقول علشان ما يعرفوش قواعد الايمان ايضا الاطفال ما عندهمش اي عائق ضد الايمان على الاطلاق ده ممكن ايمانهم يكون اكتر من الكبار تقول الولد المسيح صلب يقولك صلب تقوله باسم الاب والابن والروح القدس يقولك باسم الاب والابن والروح القدس كل قواعد الايمان بيؤمن بيها وايمان اعمق من الكبار لان الكبار جايز دخلوا في مرحلة السؤال والشك والطفل عمره ما دخل في السؤال والشك تقولي افرد بعد ما كبروا ورفضوا الايمان قوي زي اي واحد بيؤمن ويرتد حتى اللي بيقامن ويعتمد ما ممكن يرفض الايمان بعد شوية فيه ايه هو بس الاطفال دي ماس مساعد بولس الرسول ما كانش معتمد ومسيحي وكله بعدين رفض الايمان ومشي وبولس الرسول بيقول كثيرون من الذين كنت اذكرهم لكم مرارا اذكرهم الان وانا باك وقد صاروا اعداء صليب المسيح كانوا مؤمنين وكويسين وارتدوا احنا ندي الطفل فرصة للحياة مع ربنا واذا ارتد لما يكبر او رفض الايمان زي زي اي واحد ارتد كمان الاخوة دول اللي بينادوا بالنعمة عايزين الولد يصل للايمان بدون نعمة طب حطه جوه كنيسة وخليه يتمتع بالحياة مع ربنا ويجيل الايمان بهذا الطريق لكن عايز تسيبه بدون اي معونة ويطلع كده يؤمن لوحده فكرة مش مزبوطة احنا بنرب الاولاد جوه كنيسة من صغرهم عشان كده يبقوا محفوظين جوه كنيسة تبعدتم مع كنيسة وتقولهم انتم مش مؤمنين ازاي بقى مش مؤمنين ازاي وانا ملاحظ ان السؤال فيه تناخد مرة يقول الاطفال كلهم يخلصون لان المسيح قال عنهم ان لهم ملكوت السماوات طب ليهم ملكوت السماوات ازاي من غير ما يقام واذا كان الاب لا يحمل من اسم الاب زي ما بتقول في حسقيال يبقى ايه لازمة الفداء وايه لازمة المعمودية وايه لازمة الحاجات دي كلها المقصود بما ورد في حسقيال الخطايا الشخصية وليس الخطية الاصلية اللي فسدت بها الطبيعة البشرية يعني الخطايا الفعلية كل واحد مسؤول عن نفسه لكن حكم الموت اللي ورسناه من ايام ادم ده على الجميع لان كتاب المقدس بيقول بخطية انسان واحد دخل الموت واكتاز الموت الى جميع الناس